معكم العمراوي بادر الفائز الأكبر لبرنامج صناعة بلادي في فئة الخشب وفي جميع الفئات كأحسن متاع للمسانع تقليدي في المغرب لسنة 2017 فهذا البرنامج في النسخة دياله السادسة للأسف أنا متوصلش بالمستحقات ديولي اللي وعدني بيهم الشركة واللي معهم كما تشوفو في الواثقة اللي غادي سبال لكم متوصلش بالقيمة دي الخمسة وعشرين مليون من طرف الشركة المنتجة اللي هي وحد الشركة اللي كبيرة بزاف وهي نفس الشركة المنتجة لبرنامج ماستر شيف من بعد العديد من الاتصالات والرسائل المكتوبة والرسائل الإلكترونية والتنقلات ديالي من من تورية اللي عندهم المكتب اللي لهم في مدينة الريباط ما توصلت معهم حتى لشي تلشيحل دائما نفس الوعود دابا جيب هادي جيب هادي جيب هادي وما داروا معي حتى شيحل والدليل على كلامي هو دابا دازد 15 شهر على التصوير ديالبرنامج والنسخة الحديثة اللي كدوز دابا اللي هو النسخة السابعة من البرنامج أرى تهيارة كتبت وجاء أرى في أرى في الأخر ديالها وأنا ما زال حتى الساعة ما توصلتش بالمستحقات ديالي لنورمال مون كيخصني توصل بهم بعد نهاية البرنامج بعد نقاطع من بعد رجعت كانت تصل بهم كانوا كيجاوبوني بعدها في الأول كانوا كيجاوبوني شوية في الأخير ما بقواش كيبغوا يجاوبوني ما كيجاوبونيش على المكالمات ديالي ما كيجاوبونيش على الإزيميل كان صيفة الإزيميل السيد اللي كلفته هي اللي هو الموديل المالي وكانت تصل بها تهيئة وكان صيفت لهم الإزيميل بجوج وما كيجاوبونيش قررت أنني نكلف محامي صيفت لهم رسالة عن طريق المفوض القضائي توصلوا بها توصلوا بها وعطيتهم فيها أجل 48 ساعة باش يحلوا معي المشكل لكن للأسف كالعادة تجاهلوني ما يجاوبونيش ما أعطانوا يتيش يجاوب بعد مرور تقريبا أسبوع تقريبا أسبوع رجعت صيفت لهم رسالة إلكترونية على طريق الإيميل صيفت لهم إيميل قلت لهم بللي أنا إذا لم أدرتهم معي حل سأنتجه للصحفة سأطرح المشكلة للرأي العام وسأنتجه للقضاء سأنتجه مباشرة بعد ذلك تصل بيها للمدير المالي هذا المدير هذا هو اللي ما كشك يبغي يجاوبني مقبل المداش حل كان سأنتجه يجاوبني تعال شي حاجة مباشرة من توصل بالرسالة اللي صفتها أنا مباشرة هذه الرسالة اللي صفتها لمنتجة البرنامج صفتها مباشرة تصل بيها ذلك الساعة السيد المدير المالي تصلت بيها المساعدة ديال المديرة بدأوا كي حاولوا يقنعوني بشي حاجة اللي ما كت تخش للرأس من بعد ديك شي توصلت برسالة بإيميل عند منتجة البرنامج كتقول لي يا فيه باللي أنا هو سبب المشكل أنا هو سبب التأخر وباللي وباللي ما شي منحق أنني ناخد هذا المبلغ ما شي منحق أنني ناخد هذا المبلغ نقدا وناخد به هذا الماتيري اللي بغيت وطالبتني بشروط لي هي جديدة وطالبتني وطالبتني طالبتني بنفس الوثائق هذوك الوثائق اللي جبتليهم مدة هذي قريبة عام نفس الوثائق اللي جبتليهم ما داروا معي والوك تعود تطلبهم مني باش تاني نتسمنا تاني عام آخر هذي شي لكانت شي حاجة لذلك أنا قررت باش نتجه لكم ونتجه للصحافة ونبرتجي هذي المشكل ديالي الله تصل للجهات المعنية وان شاء الله توصل لسيدنا اللي نصره اللي هو المعين والمؤيد الأول لصناعة التقليدية وإلى شاف أحسن صانع متعلم صانع أحسن متعلم صانع تقليدي في المغرب لسنة 2017 كيوقع لي بحالك دا وكيداع في حقه والمشروع ديالي أنا المشروع ديالي يعني ذلك الحلم اللي كنتم اللي كنتم اللي كنتم تراسي اللي كنتم الحلم ديالي اللي كنتم موجده وتبازيت فيه على هذي شي ذا اللي وعدوني به الحت الساعة مازل ما توصلت شي حاجة الحلم ديالي حت الساعة رام توقف وتالمستقبل يالي نقدر نقوله بليرام توقف على هذ على هذ على المشروع ديالي